واول وصفة بعد رمضان كان لازم نعمل وصفة للشعب الفلسطيني العزيز وهي وصفة المسخن الفلسطيني واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الايك نجيب الدجاجة نحطها في صينية ونضيف عليها زيت الزيتون والملح والففل الأسود البهارات وأهم شيء السماقة البلدية نضيف عليها برضو شوية زيت الزيتون من تحت وقصرها ودخلها الفرن على حرارة 250 لمدة ساعة ودى حين هنعمل خلطة البصل هننزل زيت الزيتون ونخليه يتحمل شويتين وننزل كمية البصل الكبيرة هادي هنروشها بشوية ملح ونقلبها عشان تدبل بسرعة هتاخد معانا تقريبا نصفة على 40 دقيقة وفي اخر ربع ساعة هنضيف السماقة والففل الأسود ونسيبه برضو يدبل الى ما يوصل معانا للدرجة دي اخر ربع ساعة شلتها قصطير عشان يتحمل معانا الدجاج وشوفوا يا جماع المنظر وعادة المسخن يستخدم فيه خبز الصاج التخين شوية بس ما لقيت منه في الزوق راح دبلت الموضوع وغمصت الموضوع كله فين في زيت حق البصل وفرت الخبز وفرت عليه البصل اللي عملناه هضيف رشة سماق وحضيف الدجاج اللي شويناه حاجة بنفس الزيت اللي عملت في البصل ادهن الدجاج واخر شي حاروش رشة مكسرات مداكم تحطوا سنوبر او تحطوا لوتس ونحن ارجعها الفرن الى ما يتحمل الخبز وكده يكون معانا جاهز احلم سخن فلسطيني يا جماعة دي اول مرة اعملها واول مرة ادوق الوصفة صدمتني من كتر ما هي لذيذة لازم تجربوها الدجاج طالع عندنا مستوي ولازم تاخدوا تخميصة البصل هادي ودوقوا الطعم من جد واو انا وريكم كيف تتاكل اللقمة تحطوا دجاج وحطوا من البصل ترشوا عليها شوية لبن وتاكلوها بالعافي عليكم شي من جد من الاخر مهم شي ما تتضاربوا على قطعة الخبز اللي تحت مهم شي ما تتضاربوا على قطعة الخبز اللي تتضاربوا على قطعة الخبز